أفادت مصادر محلية بإصابة أربعة مدنيين بانفجار لغم زراعة ميليشيات الحس الانقلابية في مديرية التحيطة جنوب محافظة الحديدة وقالت المصادر أن المواطنين أحمد سالم أحمد سالم رامي وعبد أحمد عثمان صبيبة وعلي أحمد عثمان صبيبة وأحمد عواض ووهيب أغراب أصيبوا بجروح بليغ إثر انفجار لغم في محيط منطقتهم الواقع تحت سيطرة الميليشيات بمحاذاة خط زبيد جنوب غرب مركز مديرية التحيطة هذا وترفض الميليشيات التي تتحصن في الأحياء السكانية وتضع السكان دروعا بشرية لها ترفض وضع علامات لأماكن زراعة الألغام الأمر الذي يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا